بسم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فروا الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه سبب آخر من أسباب الحصول على محبة الله تعالى في القلب وأيضا على حصول محبة الله تعالى للعبد كيف يمتلئ قلبنا بمحبة الله وكيف نتقرب إلى الله بحيث يحبنا الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام سيطا النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام